طلع البدر علينا لثنيات الوادها وجب الشكر علينا مدعا لله دارها أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله رحمةً للأعلمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيناً عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصيكم النفسي بتقوى الله جل وعلا وتحلِّي بالأخلاق الفاضلة التي بها نلقى ربنا وليس علينا مظلمةٌ لعبدٍ من عباده قال صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنق مظلمةٌ لأحدٍ رواه الترميذي وصحاه الألباني أيها المؤمنون إن من أكبر الخسارة يوم القيامة أن تتعب بالعمل في الدنيا وتهديه لغيرك بلا تعبٍ فيدخل به الجنة وأنت تدخل النار أن عبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تذرون من المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بالصيامٍ والصلاةٍ والزكاة ويأتي قرشة معرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيقعد فيقصُّ هذا من أسناته وهذا من أسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أُخِذَ من خطاياهم فطُرِحَت عليه ثم طُرِحَ في النار عباد الله تتعبُ بالعمل في الدنيا وتهديه لغيرك بلا تعبٍ فيدخل به الجنة وأنت تدخل النار ومن أسباب ذلك أيها المؤمنون إنشغال العبد بعيوب الآخرين وتركه لعيوب نفسه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يَبْصُرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَدَعُوا الْجَذَّعَ فِي عَيْنِهِ رواهُ ابْنُ حِبَّان وَصُحَاهُ الْأَلْبَانِي أَمِي أَلَوْ تَلَا تَلُو أَلَا مُنَا لَدَنِي تَلُوكَ أَلَا تَلَوْتُ لَعَيْنِي تَلُوكَ اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 لا أشتركوا في القناة قد يكونون أخيراً إذا كنت أكبر فالتحدثة من القرآن كنت أخبرية بإبن حبان فالتحدثة من القرآن فالتحدثة أخبرها على المثال و الأمر الآن يوجد أن يأكل هذا يوجد فالتحدث فالقرب لما يحصل إليه في حالما يحصل إليه وفي حالما يحصل إليه فالقرب للمحر فالقرب لذلك وهو العرخة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر